السلام عليكم ورحمة الله أعزائنا المعلمين والمعلمات أسعد الله وصباحكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في محاضرة اليوم مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة زينات الكرمي مؤلفة سلسلة مسنة بالعربية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها حيث ستشارك معنا اليوم طرق تطبيق المنهج بشكل فعال في الغرف الصفية الأستاذة زينات الكرمي تمتلك خبرة تتجاوز العشرين عاما في مجال التعليم وتحديدا في الإشراف الأكاديمي والتطوير والإنتاج وقد شارت منصب مدير الإنتاج والتطوير في دار المنهج لمدة قدرها عشرين عاما بالإضافة إلى توليها حاليا منصب رئيس حيئة المديرين في دار الزينات للنشر والتوزيع شاركت الأستاذة زينات الكرمي في العديد من الفعاليات والمبادرات الثقافية والتعليمية على المستوات المحلية والدولية منها تكريمها ضمن مئة شخصية بارزة في نشر اللغة العربية من مجلس إيترن الدولي عام 2019 وقيادتها العديد من الورشات التدريبية الخاصة بتعليم اللغة العربية في مجال التأليف قدمت الأستاذة زينات الكرمي مساهمات هامة جدا لدعم التعليم خاصة في إثراء اللغة العربية لطلاب الروضة والمراحل الأساسية من خلال مجموعة من السلاسل التعليمية التي تهدف لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتطوير المناهج بأسلوب تكامل شامل نذكر بعضا منها هنا تأليف مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية للصحفين الأول والثاني الأساسي لدورة قطر تأليف سلسلة أصدقاء العربية لتعليم العربية للناطقين بغيرها للراضة والمستويات الأول إلى الرابع لمؤسسة دار المنهل كما شاركت في تأليف منهاج العربية للناطقين بغيرها للراضة والصف الأول لمؤسسة المناهج العالمية وكما تعرفون فقد قامت بتأليف سلسلة سنابل العربية لتعليم العربية للناطقين بغيرها والتي تمتد من المرحلة الروضة إلى المستوى السادس اسمحوا لي بأن أرحب مرة أخرى بضيفتنا الكريمة أستاذ زينات شكرا جزيلا لحضوركم معنا اليوم ونتطلعوا للاستفادة من محاضرتكم القيمة تفضلوا مشكورين أهلا وسهلا تحياتي للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سعيدة جدا بلقائي معكم وبكون أسعد لو بكون في أسئلة بالنهاية يعني أقدر أفيد فيها الناحية العملية في تطبيق المناهج سنابل بالنسبة لورشة اليوم أنا رح أحكي عن استراتيجيات التدريس يعني كي بدي أدرس حبدأها من مرحلة رياض الأطفال والمستويات 1-6 لكن أنا بتمنى على المعلمة أنه كل كتاب بين إديها بيكون فيه أول الكتاب فيه خطة تدريسية كم واحدة فيه كم درس فيه أيش الأهداف اللي موجودة أيش المهارات الأساسية الموجودة مهارات لغوية ومهارات حياتية فكل هذه الأمور بحب أن هالمعلمة قبل كل شيء تطلع على المنهاج بالكامل حتى تكون عارفة كيف بنية المنهاج لأنه كثير من المفردات بتتكرر كثير من المفردات بتكون يعتمد عليها الطالب حتى تتأكد من أن التعلم السابق عند الطفل أو عند الطالب يكون واضح خاصة أنه يعني تعلم عربية غير ما طفلنا بها فبالتالي كل المفردات بتنسيئلة جديدة بداية السنابل كلها أنا اعتمد أن تكون كل المفردات معها صور خاصة في المستوى رياض الأطفال مستوى الصف الأول مستوى الصف الثاني ثالث بتصير الصورة تعبر عن فقرة من صف ثالث ورابع وخامس وسادس حتى يبين المعنى للطفل ما بدنا نشرح له إحنا بالإنجليزي نقول له إيش المعنى الموليد فلو جينا مثلا لرياض الأطفال بداية نعرف أنه مستوين أنا ما بدي أحكي عن شو حتويات المنهاج من جوة وإش بالضمن هو عندكم كل اللازم فيه بس بقول أنا أنه مهارات اللغة لو بدأ جاء أدرس أنا كمعلمة بدي يكون عندي فيه موحة أدثة استماع قراءة كتابة بالمستويات الأكبر يكون فيه لنا تعبير يعني كل قواعد لغة عربية متضمن من رابع وفوق فبيكون لنا كل شيء تقريبا واضح بالنسبة للمعلمة هلأ لما باجي فيه رياض الأطفال عندي مستوى البستان مستوى التمهيدي قريبين كتير من بعض المنهاج فيها مميز وأنا بفضل حتى القصص دودي الموجودة في منهاج رياض الأطفال كمان في الأول يتعامل معها لأنه هي بتحكي الاستماع لكل حرف له قصة ودوده هي بتمشي في كل القصص فبالتالي بتقدم له كل المفردات واللي هي بيستعملها في الحياة الأمور الحياتية بتقدم لها بأسلوب عفوي وحلو بترسخ فيه بشكل كلي يعني بيشوف الكلمة بيعرفها كلها بعدين بيبدأ يهجي أحرفها على حسب الحرف اللي بيأخدوا هذا ترتيبه هرمي مرتب من صف كي يجي لصف سادس يعني هذا عشان هيك بتتفرجوا على الخطة الفصلية السنوية الموجودة في أول الكتاب فمثلا عندي في صف البستان والتمهيدي أنا رح أحكيهم مع بعض عشان الوقت لو جيت مثلا لصف البستان بدي أشرح حرف الياء طبعا هو بدل الكتاب في حرف الباء لأنه أسهل في اللفظ وأسهل في حروف الكلمات التي تأتي عليه بيجي بعدها بحرف الألف لأنه لم يمكنني أبدأ في الألف الألف هي آ ألف المد اللي هي الصامتة بعدين باجي حرف بعد ما أعطيه الألف بعطيه واو بعطيه حرف الياء بعدين بعطيه الهمزة قبل ما أعطيه الهمزة برجع لحرف الباء وبعطيه مع الحركات حتى يصير الكلام مألوف بالنسبة له وبصير هذا الحكي لما يعمل الحروف كل حرف مع الحركة والمد بيصير من أول السنة لآخرها هو ماشي كل حرف بدي يشتغل عليها حركة ومد حركة ومد فتتأسس عنده اللي هي تركيب الكلمات من مقاطع حتى نرجع في الطريقة التوفيقية اللي هي أنا الطريقة الكلية اللي أنا أبم قصة جمع عبارات جملة كلمة حرف برجع مقطع برجع بكمل كلمة برجع بعمل جملة برجع بعمل فقرة بكل المستويات وهي اللي هي الأسلم في التعامل مع الأطفال مع الطلبة وبتكسبوا الكمل الهائل من المفردات اللي اللازمة الآن بالنسبة للمفردات احنا بنهتم فيها كتير في المراحل الأولى لأنها هي اللي هتعتمد عليها النصوص في المراحل اللي بعديها ولازمة تكون معاها بالصورة حتى تكون معروف المعنى عليها فمثلا في درس حرف الياء في الصفين تيجي عنده قصة سرير دودي لو جينا لقصة سرير دودي كتير حلوة كلماتها كتير بسيطة مش بالضرورة يكونوا بيقرأ هي الصورة بتعطيل معنا يعني من خلال الصورة بيقدر يعرف شو الديك الدجاجة الفراق بيلفظوا الكلمات هلأ هذول الكلمات العناصر الموجودين في القصة كلهم إلهم بطاقات تعليمية هذول البطاقات تعليمية تستخدمهم مشان نتعلموا أصوات الحروف في الكلمات أصوات الحروف في الصور اسم الصورة في الكلمات اللي قدامه فبيعرف صوت الحك هذا بيساعدوا على التهجئة لأقدام هذا الحكي مبني من البستان للآخر لغاية صف سادس هلأ من خلال قصة دودي فبيعرف المهارات الحياتية المفردات الحياة اليومية طويل قصير خفيف ثقيل كبير صغير كل هاي الأمور لازم يكون يعرفها فوق تحت هلأ المعلمة بتسمعوا القصة بيشوفها على الفيديو بيألفها بترجع هي بتقرأها بتفرجي الصورة بترجع بترفع له بطاقات الصور تفرجي الصور بيألفها هلأ هون صار تسلسل الأحداث في القصة بصير عارفها بلغته حتى لو حكاها بالإنجليزي بس هو رح يلقط شوية كلمات منها لأن احنا حنرجعي لها هلأ لما بديجي للكتاب تفتح الكتاب بتلاقي أول صفحة بالكتاب لوحة من القصة هلأ هاي لوحة لأنها من القصة والقصة أخذ معها حصة كاملة هو يعالجوا كلماتها ويعالجوا صورها ويعالجوا الحرف اللي فيها وشكل الحرف اللي فيها اللي هو حرف الياء ويش فيها مهارات وممكن تلعب ألعاب معاهم طويل قصير ترجيهم أشياء مثلا ريش طويل ريش قصير ممكن تحضر ريش على الصف لأنه معظمهم ما بيكون عارف شي يعني ريش حتى لو شاف صورته بتفتح طويل قصير خفيف تقيل ممكن مبلول غجاف بتقدر تعمل كل هاي الأمور بشكل عملي بيقلب الصف في هاي الحصة فبترسخ عنده هاي المفردات لما بيجي لروحة المحادثة ثلاثة رباعة طلاب رح يقدروا يحدثوك عن القصة كاملة من اللوحة الموجودة من هاي اللوحة بأخذ جملة الدرس من جملة الدرس بأخذ كلمة من الكلمة في تمرينات على الكلمات قراءة براءة كلية بيرجرد الحرف وبعدين بنشتر على الحرف الأمشطة اللي تابعة على الحرف هون بهاي الحالة بيكون الطفل اتملك مفردات صارت المفردات بالنسبة له مش بس إنه شاف صورة لا صار بيعرفها بيعرف كلماتها هلأ لما تدخل في الكتاب علمته الحرف عندهو لما أخذ حرف اليا كان بأخذ البا والألف والواو فصار عنده با و بي هلأ هون اتمرن عليهم هدون للبا و بي في كم حصة في حصة المحادثة حرف البا له سماعه محادثة وفراءة وكتابه وتجريد حرف الألف له نفس الشي حرف الواو حرف اليا فصار في ألفة بينه وبين استراتيجيتك في تدريس الدرس لأنه انت كل مرة بتعيني من الأول وترجعي الكتاب معمول على هذا الأساس إنه المفردات بتتكرر أكتر من مرة يعني الكلمة بجرد منها حرف البا بجرد منها حرف الألف بجرد منها حرف الواو يعني الملاحظة والانتباه والذاكرة بنفس الوقت فلما باجي لحرف الياء بدي أخلص القراءة براءة بقدر أعطي عندنا مزودين كمكتاقات للصورة والكلمة ممكن أنا بعدين أعمل لهم دائرة أحط اللطاقات على الأرض شكل دائري طاقات الصور وأرفع بطاقات الكلمات من حرف الأول في الكلمة بقدر يعرف من مين هي الصورة إما بحط الكلمات على الأرض والصور بإيدي وهو بيصير النقط وين الكلمة اللي حكيناها هذي وقف عندها بدايةً وين الصور بيعرف أسماء الصور وحط الكلمات وين الكلمة اللي أنا حكيتها بوقف عندها بتتأكدي منه بعدين بيصير يحط كل الصورة مع كلمتها هون هذا بيصير عنده معرفة بالمفردات أكتر فبيصير عنده حصيلة من المفردات حتى يقدر يعطيكي على أصوات الحروف لأنه هاي الكلمة بدي إياها أنا يعني سرير بدي إياها في حرف الياب دي هاي وحرف الرابا وحرف السين هون بيصير عنده مجرد تعطي كلمة كانت تلاعبها مثلا ب 눌러بة كراسي تعطيه كلمات في حرف السين مثلا إذا تسمع الكلمة في صاتها في حرف السين فيها حرف السين بيتمشي إذا كانت ميش في حرف السين ذا تقعد فبالتالي لما ما بسمع حرف السين لازم يكون عارف مركز معاك وعارف الكلمات وطبعاEP انت بتستخدم مواظة الكلمات اللي انت استخدمتيها معه اللي هو بيعرفها اللي هو بيألفها اللي هو بيستحضر صورتها في ذهنه الآن باجي لتجريد الحرف تجريد الحرف من شكل دودي في شكل دودي بتبين له اتجاه الحرف لين بدي ينتهي الأنشطة المحطوطة في الكتاب ووسعة بحيث انها تكون تساعد على التركيز والانتباه مرة بيكون على شكل الحرف مرة بيكون على صوت الحرف مرة بيكون على صوت الحرف في الكلمة وصوت الحرف في الصورة التدريبات الكتابية الألوان حتى يلور مستوى البستان أو مستوى التميدي يختلف أبسط شوي بالبستان حتى الفونت أكبر شوي في المستان عن التميدي الصور لطريقة التلوين تختلف حسب المستوى بحجمها في ترتيبها يمكن أن يأخذ نفس الكتاب بالخط نفس الدرس بحرف الياء مثلا يكتبه بالخط بكتاب النشاط بتقدر يترسح بيله ورقة عمل من الموقع بحل ورقة عمل على حرف الياء بتقدر تلعب انت وياء في كل البطاقات اللي هي بطاقات الكلمات والصور والحروف والجمل بقدر الجملة يركبها مرة تانية من الكلمات الثانية لأنها موجودة الكلمات يعني سرير دودي موجودة كلمة سرير ووجودة كلمة دودي وحطة مع بعض سرير ودودي بداية من الأول بصير ينتبه إيش نقول مفهوم الحرف شو يعني حرف شو يعني مقطع شو يعني جملة شو يعني كلمة هذه انت بتتكريها إنها بسيطة بسيطة أنا من خبرتي مع الأطفال لا يحتاجوا لوقت أطول حتى إنهم حتى إنهم ميزوها أحيانا بتحكي السؤال هم تكونش عارفين شو المطلوف منه هذا بالنسبة للبستان والتمهيد باختصار خلينا نشوف الصور الكلام الموجود أنا ما بدأ أمش عليه كتير عشان يكون عندنا وقت للباقي مثلا هون في عندي لما قدي العاب التأذر الحسي الحركي ممكن إنه إذا سمع الصوت في الكلمة فيها حرف الياء بيصفق ما سمع بيصفق إذا سمع كلمة فيها حرف الياء بيرفع إيدي فوق تحت يعني أنت بتقدر تشوفي شو المفردة اللي عندهم نقص فيها وبتتصرفي بناء عليها هلأ نيجي بعدين للمستويات الأحد لستة هاي هون عندنا مجموعة قصص دودي شوف الكلمات كل كلمة كل قصة الحرف فيها بيكون ملون على حرف الألف طبعا كل قصة في إلها هدف إيشي على الاحترام إيشي على طاعة الوالدين إيشي على الحذر إيشي على الانتباه إيشي على حل المشكلة اللي هي حتى كل المهارات الحياتية والأدائية اللي مطلوبة اللي يعرفها الطفل في هذا المستوى بتكون موجودة إن شاء الله بداخل القصص اللي هنه 30 قصة لـ 30 حرف ليش لأنه الهمزة فصلتها عن الألف لأنه غلط إنه نقول أنا الألف آ آ أرنب لا مش آ أرنب آ باب آ دار آ هاد ألف المد الهمزة هي همزة تيجي فوق الألف خمزة تيجي تحت الألف عشان هيك انفصت في درس لحالها وانأخذت بعد ما أخذ الحركات هلأ الحركات ما بدأ أعطي أنا كل حركة بدرس لأنه ما بتستاهلها الأد لأنه هي نفسها من أول درس لدرس الثلاثين بده يعيد كل حرف مع الفتحة ومع المد مع الفتحة ومع المد مع الفتحة ومع الفتحة ومع تضم مع المد مع الكسر ومع المد باليام وهذا إله بطاقات تلعب معه فيها للحروف وللمقاطع وللكلمات وللجمع زي ما بطلع لك في الأد هذا بالنسبة لرياض الأطفال وبتقدر كمان الألعاب التعليمية كثير بيحبوا الأنشطة كل قصة بتقدر تعمليها كرافت يعني مثلا إحنا عنا بالهون بدرسوا بيعملوا شكل السرير من الورق من جملهم الريش بحطوا كيف دودي نامت في السرير عملة السرير من ريش مع عصفور مثلا الفراخ بيعملوها من ورق كرتون لما بشتغل بإيدي هاند كرافت فتلاقيه بترسخ في ذهنه اسم الصورة وشكل الكلمة لأنه انت بتتعاني معه وبعدين هو بدي يحكي القصة يحكيها بلغته يفتحي بقصة ويطلع على الصور ويحكيها هون انت خليتي عنده جرأ بالكلام هلأ لما نيجي للصحف الأول نأخذ المرحلة الأول لسادس هون صور الكتب اللي هي سنابل الخط كيف اللي حرف عندي اللي يلون الكلمات على الحرف المقاطع يفتش على المقطع في قلب الكلمة هلأ لما يفتش على المقطع بقلب الكلمة أنا بعوده انه يقرأ مثلا حبوب لاحقا بيصير حبوب صف الأول لأنهما بيأخذ التنوين هلأ طبيب فلما بدي يقرأ أي كلمة لازم يشوف المد فيها أول بعدين يقرأ من الكي جي للأول لفوق إذا شاف المد خلص بيصير لأنهم بعد صف أول بيصير يعمل هو يصفق مع كل تقطيع لكل كلمة فبالتالي بيصير عنده سرعة قراءة أكتر في التعامل هلأ نجل المساويات واحد لستة واحد لستة هم ست وحدات والأصل في الست وحدات عشان يكون الوقت معاكم في الدوام يكفي يعني هم ست وحدات 12 درس إذا بتتفرجي على المخطط لأنهم بتلاقيهم كلهم نفس العنوين لكن بيختلف العمق ليش؟ عشان تكون المفردات اللي أخذتها بالأول تدخل بالتاني المفردات اللي أخذتها بالأول والتاني تدخل في التالت وهكذا لأنه أنا قلت أنه هو هرمي ما بني لاحق فيه على السبب فبيكون يعني الكم المفردات بيكون معروف قديش مفردي أنا أعطيته بهاي السنة وبيكون عندي وسع في الحصص قديش بدي أنا حتى أتعامل معه للطالب يعني الوقت مش مضغوط كمل الأنشطة والأشياء الموجودة مش كتير مضغوطة لكنها هادفة وبتيجي في المطلوب فعندي مثلاً وبتبدأ من ذات الطفل من مثلي بتطلع على أخلاقه بتطلع على علاقاته مع الآخرين مع الأسرة مع الجيران بتتطور حسب المستوى المفردات اللي فيها بتتطور نفسها بتيجي على أعمق يعني بتيجي على أعمق إيش بتيجي يعرف شو المرادف والتضاد المرادفات والتضادات صحتي وسلامتي كيف حافظ على صحته وسلامته يعني مفردات حياة يومية اهتماماته شو هواياته شو بيعرف كيف المواطن كيف حافظ عن البيئة كيف كذا عالم الواسع تعرف عن البيئة المحيطة على أساس العالم اللي هو موجود فيه لو كان من أي بلد بقدر يحكي عن بلده بالدرس هيك بقول له هلأ نيجي نشوف المستويات هلأ نفس الشي عندي فيه استماع في محاطة في الكتابة فيه تعبير هلأ بالاستماع الصف الأول إله استماعه القصص وإله استماعه قصص دودي تعطيه لكل حرب وإله استماعه فيه بقلب الكتاب محطوط لك محل فيه فيه الموقع موجود يعني فيه جمل مثلا عن غرف النوم غرفة نوم غرفة جلوس غرفة كذا مطبخ هاي المفردات كلها بيسمعها وبرددها للاستماع هذا بالصف الأول الصف الثاني والثالث في لهم قصة أربع صور بشكل قصة بيستماعه إلها بيتحدث عن الأربع صور بعدين بحكي القصة بيسمع القصة كمان من الموقع وبتتناقشه القصة بتكون تشمل مضمون الدرس اللي هو ما يشوفين رابع خامس سادس مختلف شوي له قصة لحال ورقية من 16 صفحة القصة بيشوفها على الفيديو وبتقرأ ها المعلمة وبتاخد وتعطي معا فيها وهذه القصة بتكون مفرداتها كمان داخلة في الدرس اللي هو بياخدها وداخلة في مضمون الدرس كمان يعني عن إيش بيحكي عن صحتي؟ ما بيحكي عن الحرية قصة تجعل الحرية وهكذا هلأ نيجي أهم شي يكون عندنا هو الصف الأول صف الأول أنا بفضل صف الأول إذا عمدي أنا طالب والله بيجو على المدرسة هو المستوى صف تاني وهو كان صف أول بس لا بيعرفش كلمة عربي وما بيعرف الحروف كليد أبدو بكتاب التاني معه ما بقدر مش غلط أني أبداله بالصف الأول ما هي نفس العنوين أبداله بالصف الأول حتى لو كان اللي معه جمعوا بكتاب الصف التاني التدريس المجمع هذا لأنه بلزموا يعرف الحروف وروابطها والمقاطع ويتعرف على المقطع جوال الكلمة ويعرف يحلل وركب ويكتسب بمفردات اللي وتتأهله للصف التاني هلأ يمكن أنه هذا الطالب لأنه كبير بالعمر ما رح يأخذ داك الوقت الطويل زي غيره في الصف الأول جوز أول أسبوعين ثلاثة تخلصي معه الصف الأول لتنعشر درس لو خليت كل درس هستين إلو تخلصيهم ساعت بقدر يتابع مع الطلاب صفه الصف التاني بكمل كان صف ثالث نفس الشي بدي رجع لصف أول كان صف رابع بدي رجع لصف أول إذا ما بيعرف حروف إذا بيعرفها برجع لصف تاني هلأ ليش صف أول أول عندي كل درس في إلو مثلا درس بيت الداني وبدور في لوحة كبيرة أو إش لوحة محادثة تحكي عن البيت وأنا مثل يوكي في تصرفاتي بالبيت محادثة معلم علمي بالمفردات الموجودة في الصورة بعدين نيجي للدرس الدرس عبارة عن جمل كل جملة عليها درس كل جملة تيجي لحرف مجموعة الجمل مع بعض أعطوني قصة للدرس هلأ أنا لما أخدت الجمل ومعاها صورتها والجمل موجودة بالدرسي إياها بيصير عارفة بشكل كلي لما أجي للدرس لحاله يعني خلينا أقول مثلا داني بدور عندي داني ولد بدور بنت خزانة داني مرتبة سرير داني مرتب مكتب وبدور مرتب داني يرسم يد بدور هذه كل الدرس هذولا معهم صورهم من خلال الصورة بيقرأ رح يعرف خزانة رح يعرف سرير رح يعرف مكتب رح يعرف مرتب رح يعرف يرسم رح يعرف يد هلا هون أخدت وقتك هدا المحادثة فيه للكتاب مش بالضروري يعرف يقرأهم كلهم لكن الكلمة نفسها أنا أخترت داني وبدور عشان المد بالألف والمد باليا في داني وبدور تضم في نبو ودو المد بالواو هذول بيضلوا معهم لما بتيجي تعطي أي كلمة رجعيها لداني وبدور بعرف المد بالألف والمد بالواو والمد باليا هلا الصفحة البعضية هي المحادثة الاستماعية غرفة جلوس غرفة كذا هذا الاستماع بيتكرر معه كتير هذول الاستماع الغرف رح تيجي بعدها عند حرف الغين ستيجي غرفة عند حرف الجيم ستيجي كلمة جلوس يعني كله يجيكي مرة تاني هلا في مكتب بدور مرتب حرف الباق رجعنا حصة لا حرف الباق لجملة من الدرس الكبير ونشاطات على حرف الباق للجملة للكلمة وكلها موجودة عندك في البطاقات بعد ما تخلص الدرس وتشرحي استخدم البطاقات وتعمل علي ألعاب تعلمين يعني أرفع الجملة ويقرؤوها ممكن يكون عنده جملتين وعطيه مين معه الجملة زيها ووزع الكلمات مين معه كلمات الجملة هاي حتى لو ما عرفها لو تعرف على شكلها في البداية فبصير لفت انتباهه إله أكتر بصير يميز الحروف اللي بالكلمة لأنه لاحقا حيعرفها بعدين الكلمات بيراوج كل كلمة مع صورتها بيجي حرف الألف خزانة داني مرتبة رجعنا لداني مرة تانية يعني الكلمة مش جديدة داني خزانة طعام حمام بعدين لما بيجي ل حرف الواو داني ولد وبدور بنت نفس الكلمات اللي أخذها من قبل هذا التكرار بيخلي عنده حفظ لك تشكل الكلمة وصوات الحرف فيها بميزه فبيبلش يكون كلمات داني ولد بدور بنت بعدين بيصير الكلمات يتطلع عليها كي بينهم برجع للكتاب يشوف شوف الكلمة وين صورتها حتى يعرف معنا عندي مثلا ولد بدور جلوس ضيوف لهم بدي يحط الكلمة مع الكلمة المماثلة هذا لفت انتباه يتعود على قراءة الكلمات وهاكذا يمشي أنا أرسم تيجي الهمزة هلا هون بيتطور الكتاب معه بحيث ان كل درس عندك الدرس الثاني بيعتمد على الدرس الأول الدرس الثاني أنا بستخدم بطاقات الدرس الأول لاني برضو أنا فيها موجودة الألف والأول ياء بدي إياهم الدرس الثاني في عندي على الهمزة أنا أرسم ويرسم ياء موجودة داني يرسم ويدا بدور الكلمات مكررة فبالتالي بيساعدوا على قراءة وبشعر انها سهلة مش صعبة ومالية القراءة بالكلمات هلا لما يخلص عمله الاستماع وعمل المحدد في الدرس وأعيد أقرأ معه أكتر من مرة نص الدرس الأصلي وباجي بعدين مباشرة لا التدريبات على كل حرف تجريد كل حرف يعني لما جردت這樣子 جردت حرف الواو من داني ولد بدور بنت داني ولد لما جردت الحرف الواو هي موجودة في المص رجعت بنت موجودة في حرف الباء ترجع بنت موجودة في حرف النون بنت موجودة في حرف التاء ترجع بنت موجودة في تعليم الكسرة بنت ترجع بدور موجودة في الضمة يعني هذا التكرار للمفردات بيقرب الطفل من اللغة أكتر بشعروا بسهولتها بنفس الوقت كتابة التمارين على الحروف على الكلمات اللي فيها صوت الحرف على الحرف بعدين على الكلمات اللي بديت تعلمها وفيها تبدأ بحرف الياء أو بداية الكلمة أو وسطها حرف الياء وحرف الواو هدولهم خصوصيا الفلسفة فيه منهم بيعطوها في درس الواو اللين لحال والمد لحال أنا ما بفضله هذا الحكي لأنه بتعرف بداية على حرف الواو إله مستوى يتعرف فيه على الواق اللين من الغير اللين إحنا هلأ يا هادي بنعطي حروف وبلاقيه أسلا بشاش بالصعوبة لأنه ممكن المعلمة تبحر فيه هذا الحكي بشان يفرق بين اللين وبين المد لأ هو من خلال الصور لما يشوفها بوسط الكلمة سرير دودي تيجي بالآخر من خلال لفظ الكلمة وأسام الصور بميز من متى تبدأ بالأول الكلمة و متى تكون بآخرها فما في داعي أن يكون مثلا في درس خاص له درس خاص له لأنه بدي تعرف على الحرف مباشرة هلأ لما بخلص صلاحة ألف وروا وليا بياخد الفتحة خلصت الدرس أنا في عندي درس للمراجعة في كل درس مراجعة بعد كل مجموعة تحروف برجع ياخد من أول حرف أخدوا لعن موصل يعني بظل المراجعة بظلها تراكمية عشان هيك بنقول البطاقات الكلمات بطاقات الجمل بطاقات الصور بقدر ألعب فيهم كتير كتير منيح بقدر أحط بطاقات الجمل أرفع البطاقة وأوزع الكلمات عليهم أعطوني الكلمات اللي إلها بقدر أعطيهم الكلمات وكونون لجمل منها كلمات ما يبيعرفها كلها قراءة بقدر أعطيهم الكلمات ومعها الصور زاوج بكل كلمة صورة ويلعبوا فيها لعو يعني بتفرديهم على الأرض وبتصير يوقفوا مثلا أنا بحكي صورة أخطبوط بدي وقف عند كلمة أخطبوط بحكي كلمة مثلا سور حفاب بدي وقف عند كلمة سور حفاب بحكي وادي بدي وقف عند وادي بصير هون يدلوا بعض عشان ما يخسروا وبشعروا بالمتعة وبنسر وقت تطلعوا على الكلمات وبعرفوا أصواتها وبعرفوا أشكالها وبزوجوها مع الصور بشكل سليم يعني في منهم بالمستويات الأصغر قدروا يلعبوا بالصور بشكل كتير حير الآن بعدين برفع حرف مثلا حرف الياء مين معه كلمة فيها حرف الياء مين معه صورة فيها صوت حرف الياء بصير كل واحد يطلع علم معه مين معه كلمة فيها صوت حرف الباء مين معه كلمة فيها صوت حرف الياء مين معه كلمة فيها صوت حرف الواو بلعبوا كراسي بلفوا بركضوا حوالي الصغط شوي هيك ركض بس يحكوا الكلمة الحروف هلأ الحروف مرتقة بإجدي ألف باقي سوري بحب من البداية يكون تعليم الولاد على الحروف كعائلات يعني أول وحدة للمدود ألف واو يا وهمسة بعدين بيجي عندي الباء كانت كمان في الدرس الأول بيجي تاثة جيم حاخة هلأ بس توصلوا بتاخدي با تاثة بتحطيها مع بعض هدول العيلة بتحط الشكل شكل حرف الباء شكل حرف الباء شكل حرف الباء شكل حرف الباء ثلاثة هلأ هدول متشابهة كيف أخليهم مختلفين بحط نقطة تحت بتصير باء مقطتين فوق بتصير تاء ثلاث نقطة فوق بتصير تاء إذن هون أنا فهمت وش يعني متشابه سيم وديفرنت شو يعني متشابه شو يعني مختلف هلأ بصير ألف با تاثة لعند هون أخذنا جيم حاخة نفس الشي برسم الشكل بشوف وين النقطة هون من النقطة بخاوين النقطة اللي حال مفيش إلا نقطة سير ألف با تاثة جيم حاخة دال دال نفس الشي بنفس الطريقة رازاي سين شي وبيزقفه مرع بيزقف ومرع بتطب إيديه مع الولاد يعني كيف هيك واحد اثنين لازم واحد يحكي وتاني يكمل هلأ وهو عم ياخد فيهم متتابع ورا بعض بتصير يستحضر في دهنه شكل الحرف صوت الحرف كلمات على الحرف والشاطر اللي بجيو أكتر عدد من الكلمات عليها تكون دائماً البطاقات بين إيديهم بعدين تقدر تطلع المقطع مثلاً عندك بطاقات المقاطع وين كلمة فيها هذا المقطع بتوزع عليهم الكلمات وين كلمة فيها وين كلمة فيها صوت المقطع اللي يخلص يعني عندي دومينو للحروف دومينو للصور دومينو للكلمات دومينو للمقاطع للحروف بدي يشوف كل كلمة والحرف الببيضة فيها بيزاوجهم بيسكر الدومينو عندي صورة وعندي حرف عندي كلمة دومينو تاني عندي كلمة وعندي حرف بدي حط مين الكلمة مين الحرف اللي بتبدأ فيه هادي الكلمة نفتش عليه ونحطه عشان بتميز شكل الحرف في الكلمة لانه اختلف لما يكون بالأول لما يكون بالآخر بعدين بيجيب مقطع مع الكلمة مين الكلمة اللي في هذا المقطع ولازم تسكر معه وبيكونوا مع بعض عن الطلاب فبتلاقي كل المفردات الموجودة عنده موجودة في الدومينو هادي بعد ما يخلص الدرس ويعرفوه هلا هادي بالنسبة للصف الاول فنبدأ من الكل بعدين الدرس الكبير اخدنا منه جملة جردنا منها حرف بعدين اخدنا الكلمة جردنا منها الحرف عملنا مقطع رجعنا مرة تانية ركبنا رجعنا مرة تانية ركبنا الكلمات بعدين ركبنا الجمل وهذا كمان موجود في تدريباته متسلسلة تدريبات قرائية بعدين تدريبات كتابية على الحروف في الكتاب المشاط اللي هو انا عملته اسمه المهارات مهارات سنابل المهارات الكتابية بيتدرب فيها على الحروف بطريقة كتير حلوة وشكل الحرف بيكون يعني قديش بيكون اتجاهه على سطر الكتابة مكانه موقعه التنفيط اللي انه يعني معمول بدقة بحيث انه من البداية يتعلم مسكة القلب السليمة وطريقة الكتابة السليمة في المهارات الكتابية ونفس الشيء موجود في قلب الكتاب برضو تدريبات كتابية وكتابة للدلس فانا بفضل الكتاب صف أول يمشي مع كل الصوف وفي مرح يعني في داخل القصص يعني موجودة يعني اي طالب تعملي له امتحانه يعني ايجا عندك صف ثالث صف رابع صف خامس حسب مسواه بتبدي معه بالكتاب اللي هو فيه مش بضرورة تبدي معه يعني ايه صف رابع عطي صف رابع هلأ لما باجي لصف تاني صار الولد شوي أوعى وهو بيعرف الحروف حتى لو ما كان درس في سنابل بيعرف الحروف جزء المفردات الموجودة ما بيعرفها ما درسهاش مش مهم لأنه كل كتاب الصف التاني بيعندي محادثة اربع صور صديقي الجديد بالدرس الأول بدي يعرف منه لصديق الجديد بيعرف منه مفردات يعبر عنها بالصورة الموجودة قدامه بعدين نيجي للدرس بنلاقي الدرس بيحكي عن حياة الأمور الحياتية أولا اسم العيلة في كتاب التاني بطل الداني وبدور صار آدم وهدى ليش آدم وهدى لأنه يخذ الآ مدة هناك أخذ الآ الف مد آلف المد والهمسة وبيحذ الآ المدة وبيحذ الآ الف المقصورة حتى يميز على طول الكتاب بصير عارشه الآ الف المقصورة على طول الكتاب بصير عارشه الآ الف المد من أسامي آدم طبعاً أسرة آدم وبدورك تمشي برضو في الدروس بشكل سلس لتعلمه ما يتوافق مع كتاب الصف الأول في المستويات من حيث أخلاقي من حيث صحتي وسلامتي وغيرها فلا بكتبقي أنت كل جملة في الصف الثاني كل جملة في الصف الثاني في معها صورة يعني أنا مش بحاجة أحكي بالإنجليزي المعنى موجود صحة آدم من النوم باكراً بسر لياها صور عندك صاحي باكراً وسل يديه واجهه بالماء والصب ذهب إلى المطبخ ليشرب كوبة ماء رأى أمه تعد طعام الفطور وهذا تساعدها في إعداد الفطور إعداد الطعام حيا أمه وحيا أخته لا الكلمات مكررة حيا أمه وحيا أخته صحة آدم الكلمات مكررة كان الاسم أو الكلمات اللي فيها مع الصورة فبالتالي بيعرف نسلسل حياة اليومية لو إجينا لتدريباته هذا الكتاب طب أنا كمعلمة كيف بدي أدرسه صف الثاني عندي هاي الجمل بدي كل جملة أعيدها أكتر من مرة ويعيدها معاي أنا بحكي ويصف عيد بشكل ممكن جروبات وممكن لحارب بعيد قراءة الجملة بعدي عشان يقرأها بالشكل السليم الجملة الأولى الثانية الثالثة وهكذا بعدين نصير نطلع بقرأ كلمة موجودة وين موجودة في أي جملة طلع عليها بعدين ممكن أنا بقرأ بالكلمات جمل الدرس للطلاب نشوف كم جملة وكم جملة فيها كلمات مكررة نصير يفتش عليهم مين هاي الجملة ما موجود حرف المين في أي جملة في أي كلمة في أي جملة في الجملة الثانية مثلا أو في الكلمة الأولى في الجملة الثانية هذا الكلمة الأولى في الجملة الثانية يصير يعرف العد الترتيبي عشان أنا لما أعطيه سؤال وقول له أعطيني الحرف الأول من كل كلمة يعرف شو يعني الأول شو يعني الثاني يعني هاي مفردات انت راح تسيها سهلة سهلة علينا احنا لان احنا بنعرفها بس بالنسبة لهم لا فعشان هيك بيكون الدرس بدي انا اقرأ كل جملة ويكررها وعيدها ويتفرر على صورتها وحاتوا فيها ممكن احاتوا فيها بالبيت انت تصعى من النوم انت بغرفة لحالك تصعى تقول لهم صباح الخير شو بتقول لهم تصعى من النوم يعني بتاخذي وتعطي معهم حتى يتوضح المعنى لا 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 الطلاب ما تيجي للتمرين هتلاقي الكلمات اللي في التمرين في قضاد في مرادفات لكن انا حاطة لخطوط وما بيعرفها لسه بدي يعرفها فحاططي لخطوط بنقطه وبيديوصلها بالالوان عشان يعرف يوصل الكلمة مع صورتها الجمل بديكملها انا لما درست كل جملة لحالها بالدرس عيد ويقرأ وعدين قرأها مع بعض صار بالنسبة له صحة آدمه من النوم باكرة بيعرف يكملها بيعرف فتش لما قال مين النوم باكرة من حرف المين بيعرف يكمل هلأ بيصفت تاني كمان عندي الحروف ما بدي أرجع أعطي الحروف مرة تانية بس أنا في عندي طلاب مش متمكنين من الحروف برجع هون بعطي الحروف اللي بتتشابه في اللفظ مثلا سين وصاب سين أو بتتشابه في الشكل سين وشين بس يتختلف بس يلأعطي من المفردات اللي هو بيعرفها واللي مرأت في الدرس على هاي الكلمات يحق بدأ مياه إيش سين ولا شين ممكن يرجع للكلمة في الدرس ويشوفها خليه بس يتأكد من شكل الحر ومرجع لأغنيتنا مرة تانية إذا كان ما انتبه ألف باتا ثا جمحا خا هاي درما يغنيها يعني كان كتير من الطلاب مثلا مش عارف هاي سين ولا صاد بس ينكسك سين شين صاد ضاد يعرف انها صاد وهو بيغني وصل عند هون يكمل فهي يعني بدك الطريقة اللي انت بدك تتعامل فيها معهم هلأ هون بدك تستخدم معه بطاقات بطاقات الكلمات سهلة عليك ومن بالصف التاني اطبعيها الكلمة وقسميها لحل فطاق يعني مثلا عندي صباح الصاد شكلها لحاله صف والباء والحاء مع كلمة صباح وكمان كلمة عشر كلمات ارميهم إلو خليه رجع ركبهم مرة تانية بدي شوف كلمة صباح وفتش وين الصاد وين الباء واللحاء وهكذا فهون بيصير عنده الكلمات قدر يركبها ويقرأ منها الكلمة بيميز اللي هو زي ما حكينا من الأول المقطع المد في الكلمة وانا لما بدي أجي أقرأ الكلمة أول ما بشوف بشوف المد اللي فيها حتى يسهل علي عملية القراءة التدريبات الكتابية في عنده تدريب قبلها بتدرب على قراءتها أكتر بعدين بيدرب على كتابتها وعنجول تدريب يعيد ترتيب الكلمات حتى يكون جملة بعدين بيركبها ومشان يكتبها هلأ هي بتكون مأخوذة أصلا من الدرس ومتدرب عليها يعني ما بعطيهوش أشي أنا مش مااخده من أول لأن لسه بدي يعرف معاني الكلمات حتى يقدر يمشي فيها يعني مثلا لما بتقولي في من اللي علقوا على الكتاب إنه الجملة طويلة طيب أنا معاك الجملة طويلة كيف يعني الجملة طويلة لما أجي أول مثلا درس أعرفه واجبه عند الجملة هدى طالبة مجتهدة في المدرسة الصفحة اللي جمها آدم طالب المجتهدين في المدرسة هناك هدف هو مش أنه نفس الكلمات لكن مرة تذكير ومرة تأنيف حتى يكون يقلي بالتذكير والتأنيف بس اللي بتطرع الكتاب يقول أف ما هذا الكلمات مكررة وده مكررة وطالبة مكررة ومدرسة مكررة على حروف الجر فهو بس عملها تذكير وعملها تأنيف وتدريبات كلها على التذكير والتأنيف لأنه عنا مشكلة في التذكير والتأنيف فهي مش كبير الجمال ليش لانها زي ما قلت اللي كمكرر و اعتمد السابق فيها على اللاحق اللاحق فيها على السابق هذا بالنسبة لصف التاني التالت زيو هون هاده هاده دفتر الكتاب المهارات للمرحل الاكبر لاحظة هون المرحل الاعلى هاده اللي هو صف تاني الخطوط البيضاوية شكلها بيضاوي الخطوط الدائرية منشان حركة الحرث تكون زي بعض يعني في مرحلة تانية بيكون عارف ان مثلا الواو زي الفا اول ما ببداها الواو موجود في الها هذا كله موجود بالتتابعة من خلال كتاب المهارات الكتابية حتى يطلع بيعرف الحروف اكتر طريقة كتابتها افضل وعلى السطر بالاصول خط النسخ بشكل جيد هلأ اتصف التالت مستوى اوسع طبعا انا هون حاطططلك عشان هيك انا مش عم بمشي مع الكتابة الموجودة لانا بتاخد وقت اذا بدان اقرألك اياها انا باعرف انها بضل عندكم فأنا اخد كل المهارات الموجودة بالصف التاني لهذا الدرس حاطططلك اياها لانا بتركزي في الدرس استخدام الفعل الماضي استخدام الفعل المضارع يعني تعرف الحروف بناوعيها مباني الحروف الاجار بين اقسام الكلمة اسم فعل الحرف هذا كله وردت كتبت لك اياه مرة تانية وشو الاشياء الاساسيه اللي بدي يعرفها في هذا ممكن تعمل بها بطاقات صغيرة يتصرف فيها الاولاد هلا تيجي ل مثلا درس الهدية بصف التاني صف التالت سوري في درس الهدية في عندي بائع البالونات اربع صور بدي عبر عن هون الجدة هاي السبتة الكبيرة هذا ممكن يكون قبول او واحد من الاولاد بيعبر بالطريقة اللي بدي اياها بعدين بتسمعي القصة وبيعرف شو في في داخل القصة هلا لما اجي ل القراءة في الهدية كل فقرة لانا الاكبر صار الولد صار الفقرات قليلة والصورة معبر عنها الهدف منها ان اوش مكرر كتير الكلمات ما فيش دعي يعني فيش غلبة في القراءة بنفس الوقت بياخد معلومات حياتية يعني الهدية لمين لماما ليش لماما شو الواجبات اللي تقوم فيها ماما ليش لبابا الواجبات اللي تقوم فيها بابا ليش لجده ليش لكذا فهي بتتبع المحتوى اللي احنا مركزين عليه المهارات والقيم اللي احنا بنا نغرسها عند الطالب والمفردات اللي هي زي ما قلتلك الكلمات فيها مكرورة كلها من المراحل السابقة عشان هيك انا بفضل مثلا انه الطالب اللي بيجي مثلا هو صف تاني بعطيه اول هو صف تالت بعطيه تاني حتى يكتسب مفردات عندنا مشكلة مفردات مع الاطفال يعني بيعرفش عبر فلازم تكون المفردات له في لها صورة ذهنية في دماغه اللي توضح له المعنى فلما بيشوفها اكتر من خلال الصور يعني اول وثاني كتير فيهم صور واضحة ونجيب منهم قصير بتتكبر شوي شوي كل ما طلع بالمستوى اللي قدام بيصير عنده المفردات الكلمات مثلا هون املأ الفراغ والكلمة المناسبة من جوان الدرس ما نجبتش يعني من برا لكن اذا ما عرفها برجع بقرأ الدرس فأنت استفدت منه راح رجع للدرس مرة تانية هتعرفها ويعرف المعنى من الصورة المرافقة للجملة اللي هي عنده هذا صف الثالث الرابع خامس سادس الكتابة والتعبير واضح فيها في الكتابة الصف الثالث عنده المهارات الكتابية كمان مجموعات مجموعة الياء مجموعة الباء كل اللي فيهم هذا الشكل الحرف الباء في المراحل الأول النباتة ثالثة زي بعض هلأ صرنا نيجي اللي باخده نفس الشكل الفاب تاخد من الباب والراس الفاب ياخد من الواو وهكذا هذا مرتب في الكتاب ومرتب الأنشطة اللي موجودة فيه هلأ نيجي لصف الرابع في صف الرابع وخامس وسادس هدول مع بعض ليه لأنه صار مستوى أعلى اذا كان عندي صف رابع طالب صف رابع إذا ما بيعرف بالمراة ويعطي أول برر بيعطي ثالث إذا ما بيعرف يعني بيعرف نيح بكمل بالرابع ممكن يعطي الرابع الرابع يعطي تاني وبعدين يجعل الرابع وهكذا مثلا بالنصف الخامس بيأخد تاني يحط تاني يحط تاني يحط تالت بعدين رابع حتى يكسب المفردات اللي هي موجودة عنده لأنه في لما عملت موجود في الموقع كمان كل المفردات اللي لكل مستوى كانت كل مستوى فيه 500 كلمة جديدة يعني لما تقول 500 في البستان 500 في التمهيدي أضيفي لها البستان صاروا ألف لما تيجي لأول 500 إلى ألف قبلها أو البستان التمهيدي التاني نفس الشي فكل المستوى فيه له 500 اجداد 500 اجداد مقرؤين مع الصورة مع كذا هلأ بالرابع إلى الخامس المحادثة اختلفت والاستماع اختلف استماع قصة بشوف الفيديو وعليه أسئلة في الكتاب على القصة يعني القصة بدي يستمع إلها بديك تناقشي فيها بديك تناقشي فيها بديك تناقشي فيها بديك مضمونها مع القصة مع الدرس يكون هلأ بعد ما يفهمها نقشي في القصة اللي استمعت فيها بديه يجاوب على أسئلة الاستيعابة اللي موجودة في الدرس وهي من القصة وبتقدر تحصل علىها القصة برقية وهي موجودة في الموقع هلأ الصور الموجودة في نهر الحقيقة هاي كمان تعمل لقصة تانية بس ممكن الطالب يعمل قصة أحلى منها موجودة أحلى من اللي بدي يسمعها يعني الأربع صور هادول يوحولوا بشي تاني يعني دفعته للإبداع والتفكير ولا يطلع تشوفين عنده مخزون من المفردات اللي عنده هذا للاستماعة والمحادثة لانيجي للقراءة كبير النص هذا صف سادس المعرفة والجهل هذا صف سادس كبير أنا عم بحكي عن الرابع الرابع وخامس سادس نفس الطريقة ولكن النص بكبر حسب المستوى والمفردات كمان بتكون مدى صعوبتها حسب المستوى يعني من مفردات لهذا المعرفة والجهل أعلى من مستوى خامس أعلى من مستوى وخامس أعلى من رابع وتمرين القواعد اللغة العربية بتبدأ من صف الرابع مش قواعد يعني أنا بدي أعطيه درس قواعد تام بدي الكلمات لما بدي استخدم أماط لغوية بدي استخدمها بشكل صحيح بدي يعرف شو يعني حروف جار بدي يعرف شو يعني فعل بدي يعرف شو يعني اسم محطوطين بشكل إنه مثلا لما بدي يقرأ كلمة بصير السمع إلها سوي يعني كانوا أخواتها بس عمجرد تعريف محطوط لهم جمل سليمة يركب عليها وسهلة يعني ما في إشي يتعرف بس بدي أعلاف هذا النمط اللغوي بدي أعلاف هذا قواعد اللغة العربية بهذا الشكل وهي مرتبة بحيط إنه يكون أول إشي سهلة كل درسين بتيجي بمرة بعدين لما باجي مثلا عطيته بدايتها بالرابع لما جيت للخامس عطيته بريف لكل اللي أخده برابع بالأول بعدين تملت طبعا الخامس عطيته بريف للي أخده برابع بأول وبتالي فننسق بحيث نكون مش هداك الكمل كبير لكن لما بدي يقرأ و بدي يكتب يكتب جمل سليم بدي يسمع كمان بصير لما يسمع هحدا كسر رفع حرف الجر رفع الجر بصير يشوفها غالط الكتابة والتعبير كمان درجات فيه صفر الرابع خامس سادس صار بقدر يكون جمل بقدر يعمل فقرة بتكون من جمل الجمل هاي مزود بصور يشوفها و يكتب يعني 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 يعبر عنها يعني يصير المستوى أعلى لكن نفس الشي أنه كل كل أسرة إلها إسم حسب المهارة اللي فيها يعني مثلا أسامي الشخصيات تتلاقيها في رؤى ليش لأنه بتيجي عندي الهمزة متوسطة برائدة بفي الهمزة بتيجي لما بتيجي بعد الألف المد ف يعني الأسامي الشخصيات عشان تتكرر حسب القاعد الإملائي الموجودة في هذا الدرس حتى تكون يعني بشكل عفوي يكتسبها فهيك بيكون أنه يعني المستويات من رابع لخامس رابع خامس سادس النفس كيف حكينا بصفتاني وثالث بدي الفقرة أقرأها أكثر من مرة بدي أسأل عليها أكثر من مرة بدي أجزئها بدي أعيدها الفقرة والوحدة بقرؤها كمجموعات بدي بقرؤها فردي بدي بقرؤها أنا كمان مرة لازم يقل في القراءة أكثر من مرة يعني ما بكتي في مرة واحدة أنا أقرأ بدي أقرأها أول مرة بدي تبع معي يمكن مهنين ما يتبعوا أنا أقرأ شوي بخلي يكمل كمي يقرأ الفقرة التي أنا أقرأ فيها كمجموع يقرأوا هذه الفقرة هذه المجموعة تقرأ هذه الفقرة كل الدرسات أربع فقرات فحسب مجموعات الطلاب كل واحد يتشجع بده لا يغلط لمجموعت لأ говорить بأن القراءة قام بل أسهل على الطالب بمجموع كل التدريب المفردات اللي موجودة على كل نص برأي هي مأخوذة من النص يعني إذا ما عرف الشي يقرأ بأول الحصة ولا تانية حصة ولا تانية حصة لما يخلص الأنشطة يقرأ سليم ليش؟ لأنه كل المفردات اللي موجودة في الأنشطة هي مفردات الدرس يعني زي كيف شفنا صف أول صف تاني هيك لما بخلص بخلص الدرس نهاية بعمل الكتاب والتعبير خليه يقرأ الدرس مرة تانية حتلاقيه يقرأه بكل سلاسة ليش؟ لأنه يعمل كل التمارين اللي عليه حلل كل المفردات الموجودة سواء كانت من ناحية الشمسية القوارين همسة القطع الوصل اسماء الإشارة كذا كلها تكون موجودة في الأنشطة فلما بتقنها برجع للدرس بيقرأه بكل سلاسة فمش بالضرورة من أول حصة وتانية حصة أنه يقرأ بكل سلاسة لأنه لسه بيهجي مش كتير يعني خاصة لأنه بيكونوا جايين من مستويات مختلفة يعني لو كان مثلا نفس الطالب تلع في كل المستويات من نفس الكتاب بس إذا كان كل واحد جاي من المدرسة فبالتالي كل واحد إنه خلفية مختلفة ما بتعرفين شو الطريقة اللي أخده ولا شو المنهاج اللي أخده فبالتالي كلهم بدهم يتوحدوا وينشوا لخط واحد فلا مثلا التعين الصف تالت رابع مثلا خامس إذا كان ما بيعرف حروف بالمرة نهائي ما بيعرفها وبدو يضل بصفه يعني مش بالسهل إنك تحطي له أنا ما بدأ أنا مش صف أول معنى هي مش صف أول هي مستوى الكتب هي مستويات مستوى أول مستوى ثاني مستوى ثالث هيك ففي كتاب اسمه سنابل التقوية تقدر تعطويا بتقن الحروف وباكتن كل المفردات اللازمة وبعدا ما يجي لصفه بأخد الصف أول بأخد سنابل التقوية هذا بيكون يعني أسهل وبرضو كنتماشر من درس وأليل يعني الكمية أليل كتير إذا تحبوا تسألوا أي سؤال أهلاً وصحباً شكراً أستاذة زينات شكراً جزيلاً على العرض اللقدمته شكراً لدينا بعض الأسئلة إن شاء الله سألقيها على حضرتك وإذا تكرمتي بالإجابة عليها إن شاء الله يوجد سؤال من الأستاذة حنان تقول الأستاذة حنان السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله الكتاب ممتاز وخاصة كتاب التلميذ أتمنى لو كان الكتاب التمرين فيه تمرين أكثر وليس فقط كتابة ونسخ إذا تكرمتي مدام زينات لو تشرحين لنا يعني سبب وضع الكتاب بهذا الطريقة وماذا تنصحين الأستاذة حنان جزاكم الله خير أنا حكيت قبل شوي قلت الكتاب النص فيه عبارة عن فقرات وصور وبدأ نشتغل على الفقرات أكثر من مرة يقرأها الطالب ويعرفها كل جملة وكل كلمة في هذه الفقرات في عليها تمرين تمرين كاملة في قلبي الكتاب للمفردات الدرس بحيث إنه بسينه الدرس يقرأه هلأ إن أحط له كمان أنشطة رح يزيد الكتاب لمن رح يزيد الكتاب ما رح يكفيها لوقت الدوام حتى تخلصه فحطيت أنا أوراق عمل لكل درس في أوراق عمل موجودة على الموقع تسحبها وأنشطة كتير حلوة لكل إشي وفيه إلو تقييم كمان على الموقع تقدر تسحبه يعني صمه مجاهز بس تسحبه وتعطيل للطلاب هذا بالنسبة للأنشطة الأكتر ليش؟ لأنه الأنشطة أنا مركزة على الأنشطة لمفردات الكتاب لماذا؟ لأنه يرجع يقرأ الطالب إذا أحطت له مفردات ثانية وأنشطة ثانية سيصير عندي تشتت أكتر سيصير عندي مفردات أكتر هم لا يوجد هذه القدرة على الاستيعاب الكبير من المفردات نحن هدول بالنية بشان يعرف يهجي ويقرأ بشكل سليم ويكون كل المهرات أحطت من خلال هذه المفردات وهي المفردات محطوطة بشكل أنه يعني يستثمرها في الفراءة وفهم المقروق طبعا كزاكم الله خير سيدة زنات يوجد لدي بعض الأسئلة بالإنجليزي سوف أقرأها واجاوب عليها بشكل سريع السلام عليكم وعليكم السلام هل هناك أفترض في هذه القدرة؟ إن شاء الله سيستر سوف نحن تريد لديها تصوير بإمكانية التصوير إن شاء الله نحن نموزها على سيارة how can parents benefit their children from the product without the school involvement inshallah we will have in two weeks a webinar for training on sanabel platform online which will help both schools and parents alike inshallah and hopefully we will email you with it inshallah so regarding all the questions that are asking about the electronic website inshallah we will have a special training with mr firas the manager at zainat inshallah to explain exactly how you can utilize it for your school or for your children and there is also a question about the Arabic language about the same subject with the electronic of this is of course this is of course through the ministry of the sanabel the training and in shallah through the 70s we will be able to study with the assistant firas the manager of the zainat in the company where we will be able to utilize this ministry of the training in the school or in the school of the university or in the school of the university miss you is sir you see the question is is has the Ekratena yes 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 honour h on the page s وان شاء الله سوف نبعث لكم الايميل وان كنت تتواصلوا مع الفريق مباشرة حتى نساعدكم في الحصول على المنصة ان شاء الله لكم باذن الله. سمحت لي كمان على الموقع موجود الدرس القراءة لحال انشطة لحال اوراق العمل لحال تقدر تكبس تنزيل دهياه. موجود في المنصة. يعني ما بتتغلبش تشوف ايه هذا الدرس سرحل. حتى مثلا اي صفحة من التاب المهارات موجود اي صفحة بتتعطي مع هذا الدرس. بنتبنها. ان شاء الله شكرا جزيلا. اه يوجد لدينا الاستاذة لينا اه تود ترحي السؤال بشكل مباشر. اه انس لينا تفضلي. تفضلي انا سلينا. المايك تستطيعين التحدث مع المؤلفة مباشرة. اهلا وسهلا. تفضلي حبيبتي. تفضلي اهلا وسهلا. يقولي ان شاء الله قد يكون هناك خطرة تقني مع الأستاذ لنا خيري إن شاء الله طيب مدام زينات يوجد بعض الأسئلة الأخرى إن شاء الله إذا تكرمتي يوجد سؤال في كتاب المستوى الثاني يوجد تدريبات يتوجب على الطلاب إعادة ترتيب الجملة إذا الطالب لا يتكلم اللغة العربية خصوصا إذا كان من الجالية الباكستانية كيف أساعده على حل التدريب بدون إشارات خصوصا أنني لا أعلم إذا تم تعليمه الضمائر أو إلا فعال بالنسبة لكل تدريب في إعادة ترتيب الجملة كلمات لتكوين جملة هو مأخوذ من الدرس نفسه الجملة موجودة مرتبة في قلب الدرس مش جديدة بنفس الوقت بتقدر تقرأ كل كلمة بداية للطلاب ويعيدوا من وراها إذا هل يحفظ الدرس ما هو يكون بتقرأ كل كلمة ويعيدها بعدين هي توحي نبدأ بأول كلمة طبعا هنا هي أنا ما حطيتها إلا لما بكون أفرجته شو يعني جملة فعلية شو يعني جملة إسمية بقدر يبدأ بالفعل يبدأ بالإسم يعني اللي هي بيكون يعني أسلس للسمع الجملة فبيكون لما قرأها مظبوط في الدرس أوامحة يعيد الترتيب صح لكن تقدر تساعد وتحطله الأرقام بداية نبدأ في هاي الكلمة رقم واحد رقم اثنين بتحطله إياها تكمل الجملة رقم ثلاثة تحطله إياها أعرفت كيف يعني بتكون خلينا أعطيت مثال عليها عندي خلف ركض الرجل آدم هذا الجملة ركض الرجل خلف آدم موجود في النص دونها سريع هلأ هو مش عارب معنى رجع للنص خليه رجع يقرأ النص بلاقيها لو لقيها في النص إذا وجدها في قلب النص ونقلها من النص اللي عند الكتابة كتير من يحد أملأ ما نقول عارف ترتيب الكلمات هلأ بدي أساعده أكتر بقول له أنا ركضة حط عليها رقم واحد نمبر وعن ركضة مين اللي ركضة الرجله مين أين ركضة خلفه ثلاثة آدم برقم له وبعدين هو يكتبه مرة مرة هو لحاله بصير يرجع للنص ويطلع ويرقم وبعدين يكتب لما يرقم يعرف ترتيب الكلمات حتى تعطيه جملة ذات معنى إذا ما عرف لازم يرجع يقرأ الدرس مرة تانية لأن كل الجمل موجودة مأخذة من الدرس نفسه عندما عند والدي آدم متجرون صغير موجود النص في الدرس يرجع منه يرجع يقرأ مرة تانية عشان هيك بقول أنا مسلا عندما نقرأ الفقراء المعلمة تقرأ أكتر من مرة وتبع بعدين يقرأوا بمجموعات مع بعض وهي تقرأ معاهم بعدين يصير واحد وواحد بس مش كل الدرس يقرأوا يقرأ جزء من الجملة ويكملوا لجنبه 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 هتكون في إنهم انتباه كمعين مع المعلمة مع الوقت يصير كل واحد يقرأ جملة بعدين يصير كل واحد يقرأ فقراء من النص فهي بدأ شوية طولة بال من المعلمة هي المشكلة عندهم أنه يكون الطلاب مختلفين في المستويات عشان هيك يكون فيه مشكلة ليش لأنه يكونش تأسيسهم جيد لا اتركز أكتر شي على التحليل والتركيب اللي هو المقاطع تركيب الكلمات المقاطع الصوتية يعني مثلا لما أقول بي خط تن هي تلاتة تعرفت كيف فقرة تن تعلمهم هذا وهي بتحكي بيصير غنوها فبساعدوا على القراءة أكتر بصير يفتش وين المادة يشوفه جمل التحليل والتركيب بصير أوامي يكتبها أوامي يعرفها تفضل شكرا مادام زينات يوجد أيضا السؤال من أنيسة روبا في مرحلة التمهيدي هل من الأفضل تدريس الطالب الحرف مع أشكاله ثم الحرف مع حركته بالإضافة إلى وصله مع حرف المد ثم الانتقال إلى حرف ثاني ما توجيهكم شكرا الكتاب مرتب على هذا الأساس يعني ما في داعي أني أنا أخرج ترتيب الكتاب زي ما حكيت أنا بديت بحرف البا لأن البا سهل لفظه وسهل الكلمات عليه والشيء لا لا بعدين عطيته الألف لما عطيته البا صاري عندي نكون مقطع با ويكتبه كمان موجود في تمرين عليه با ما تجعل الكلمة با باب باب بعدين أعطيته حرف الواو صار عنده با وبو تدرب عليها وتدرب التمرين عليها في كتاب النشاط وفي كتاب الخط بو بعدين أخد بي بي بالشكلين البا مع اليالة صغيرة بعدين مع اليالة كبيرة هلأ لما عرف هدول رجعت عطيته حرف البا مرة تانية با مع الفتحة با وبو وبي والبا ساكنة السكون أخدتهم من كلمات الدروس اللي أخدها درس ما جبتش جديد بعدين عطيته تمرين با با بو بو بي وهذا بيتكرر معه على طول فبالتالي بيعرف الحركة وبعرف المد يعني هون تسهلت عليها الحركة هلأ أشكال الحرف هاي لدينا مشكلة إحنا معال بعلمات فيها إنو لدينا الحرف إلو شكلين بس ما فيلو أكتر يعني مثلا أنا بي شوفه بدين حرف البا إلو أربع أشكال لأ أنا لما أقول بيت البا إيد البا هي لمسكت بالياء إيد التاه هي لمسكت باليا بيت ما عندي حرف اليا ما بيشي شكله إلو شحطتين شحطة واحدة البا واحدة واليا واحدة والتا واحدة كتاب النجح الاتجاب ستتصرفي انه تم ارتفاع عنها كتاب اح rotten لأنه اختلف الشكل لها أربع أشكال العين وأربع أشكال الغين ولها أربع أشكال بس والباقي كله شكلين ويتدرب عليه شكلين الكتاب ماشي عليه هذا الأساس وهذا هو الصح فبالتالي ما عندنا مشكلة في أشكال لحظوث مع الحركات والمدود لأنه أنا كل حرف بدي أشتغل مع الحركات والمدود بعد حرف البا بعد ما أخلص الوحدة الأولى إذا بنتم تلاقوا بدا حرف التا بعمل تا توتي ثا ثات وثي من هذا التكريب يسموها بالقياس يصبح مباشرة أعطي أي حربة ملكية ترجيع أي مقطع بطلع لكية أعطي الحروف المقاطع قولوا طلع للجاة طلع للجو طلع لكية من بين كل الحروف لماذا لأنه صار ألفها بالقياس سمع يعني تدرب عليها صار على طول بأشي عادي يعني مش جديد عليه بعد أول بعد الوحدة الثانية بيكون خلص ينتهى لأنه يكون صار بأخ التا توتي وثا توتي وباب وبي بصار عنده كثير إن شاء الله تفضل شكرا 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 جزيلا يوجد أيضا سؤال من نور سكول السؤال يقول باختلاف الجاليات والخلفية التي يأتي منها الطلاب يوجد بعض الكلمات غير المألوفة لبعض الطلاب مثل سخلة أو مثل الزحف العمراني ما توجيهكم بخصوصها هل نترجم للإنجليزي على سبيل المثال أو نجد بديل لها أو نتخطاها بشكل سريع شكرا هلأ أهلا الكلمات هاي موجودة بالإنجليزي في الموقع معانيها موجودة في الموقع بالإنجليزي هلأ هو لما نقول الزحف العمراني أنا وصلت لمرحلة الولد صار صف سادس صار مرحلة كبيرة يعني كلمة الزحف والعمراني هاي مرأت معه في مراحل سابقة بما أنه ما درسش المراحل السابقة فأنا بدي أضطر أعطيه المعنى للإنجليزي أو إما أني أنا بدي أبدأ مع مرحلة أقل إذا كان هو شكل أضعف الطالب يعني يعني مش غلط إن أنا كان صف سادس أعطيه خامس أو أعطيه رابع المهم أنه يتعلم بالشكل الصحيح من البداية يعني عشان هيك هو اسمه مستويات مستوى 1 2 3 4 5 6 مش صف أول صف ثاني صف ثالث صف نار وخلص مستوى ويصبح لليه بعده فإذا كان هون مستويات مختلفة أكيد بتكون في اختلاف على المعلم بتكون في غربة عليها كمان لأنه مش كلهم نفس الخلفية وكلهم عندهم نفس الكمل المفردات عشان هيك بلزامها تلعب ألعاب تعليمية أنا شارحة ألعاب تعليمية ترجعونها بالملف الألعاب التعليمية كتير راح تفيدهم باللعب مع بعض والبطاقات التعليمية كتير راح تفيدهم بتفيدهم في المعرفة الإقراءة الكلمات بتفيدهم بأسماء الصور بتفيدهم في خلفية كلمات راح تستخدمونها بتفيدهم باستخدام حروف الجر الكلمات والجمل بالحكي لما تكونوا مع بعض فبالتالي يكون أفضل أن تشوف إذا كان هذا المستوى أعلى منه تنزل المستوى الكتاب الذي يأخذه أو إذا كان هو بالمستوى ترجع للإنجليزي وتشوف المعنى تفهمه وخص لأنهم يعرف هات جيل كلمة طرقها أنا هزحب عمراني لكن مش عارفش معنى هارش أخذ المعنى الإنجليزي ما في مشكلة لأنه لو كان أخذ من الدروس اللي قبل كان مرأة معه لأنه زي ما قلتلك أنا من البداية عندي الوحدة نفس العنوان من الصف الأول للصف السادس بس يختلف في العمق فهذا تدرج في العمق تسلسل هرمي يعني البعد يكون أعلى من اللي قبله فبالتالي ما أخذ من اللي قبله لأنه ما درسش لقبله فكيف بده يمشي يا بخليه بصفه وبعطي إياه بالإنجليزي وموجود في الموقع بدي أقوي أكتر بفضل أعطي المسخة الأبل المستوى الأبل حتى يكون أقوى فضل شكرا جزيلا لدينا هنا ثلاث أسئلات تدور حول محور واحد وهو التدريس خاصة في المدارس الويكند سكولز حيث يكون يوجد مثلا حصة واحدة للغة العربية في الأسبوع فالسؤال يدور حول وجود هذا العائق وفي بعض الأحيان يوجد من 10 إلى 15 طالب أحيانا وفي بعض الأوقات لا يوجد وقت كافي للمرور على شرح جميع التفاصيل أو جميع التدريبات بشكل عام فما توجيهكم حتى يتم الاستفادة من المنهج بأفضل كفاءة في ضمن هذه التحديات أوكي هلأ هو يداوم بأخذ حصة واحدة بالأسبوع كم أسبوع يداوم بالسنة؟ أكثر من 12 أسبوع شيك؟ أكثر من 12 أسبوع وانت تحسب كل شهر في 4 أسبوع لما تقول 4 أسبوع فصل أول 14 فصل ثاني يعني 8 أسبوع 8 في 12 16 أنا عندي 12 درس 12 درس يعني ويطلع 6 في الدرس ويكون في شيء أسهل من الشيء فما تقدر تنشي أمورها لاعرف كيف؟ لأن الحصة واحدة بالأسبوع فبدأ تكون محضرة للحصة قبل يعني منطقات جاهزة يعني إذا ما بدي أخذ منها وقت تجهيز بطاقات تجهيز الدرس تجهيز إذا كان مع هالموقع بيكون سهل عليها كثير ويعيدوا ويزيدوا في القراءة في المحادثة تقدر إذا كانوا مستوهم أعلى هايوم مشوا المحادثة والاستماع مع بعض إذا كانوا لا بينات تأخذ هاي حصة وهي حصة يعني الأصل إن أنا حصة لكل واحد على الأقل يعني يعني هاي مفرداتها من الدرس إذا كان قرأ الدرس من يحقل فهي حيحل التدريبات هيمشي معها بالتدريبات فهي حسب قديش بمدة الدوام اللي عندها قديش بتداوم بالأسبوع قديش بتداوم في الشهر قديش بتداوم في السنة هذا بتعمله مخطط بتقدر تستفيد منه من الخطة الموجودة في أول الكتاب بتقسم عليها على الخطة على الكتاب نفسه تحط هذا مثلاً شهر عشانه هذا شهر 11 هذا شهر 12 هذا هيك هون في إجازة لا ما فيه هون كده تقدر توزع على نفس الخطة وانا عشان هيك حطيتها في أول الكتاب فهذا التنظيم عشان هيك أنا قلت من البداية تقرأ المادة كلها وتوزع الحساس فيه إشي بتدو حصص أقل في إشي بتدو حصص أكتر لازم تطلع على المادة قبل ما تبدأ تدرس وترتب خطتها وتحط بتدو حصص أكتر كل واحدة وتحسبها لطول السنة بكافي ولا ما بكافي بتهيالي هذا هيك أصلا طريقة تفضل شكرا جزيلا يوجد لدينا ملاحظة ونود تعليقك عليها إن شاء الله الأستاذة ناهدة تقول أنها من خبرتها في أمريكا أنها تقوم بتدريس خاصة الأطفال الصغار الحروف بشكل غير بشكل منتظم يعني من الألف إلى الياء وتجد أن هذا يفيدهم جدا ويحفظون الحروف بغض النظر عن التمييز أو الربط مع الصور فما رأيك بهذه الطريقة ويعني إيجابيات أو سلبيات من خبرتك لو سمعت هي ممتازة لأن الكتاب قائم عليها الكتاب البستان والتمهيدي والأول كله قائم عليها الترتيب الألف بائي للحروف وحكيت أنا قبل شوي قلت نعمل يعني باسمهم مجموعات أنا يعني الأولاد عندنا اللي بيطبقوا في الكتاب كان مثلا لما يغلط وصل حرف الشين مش عارف هو سين ولا شين يرجع مرة تانية ألف با تا ثا يغنيها با تا ثا با تا ثا زأفة تلت زأفات جيم حا خا بزأف على إيدان اللي باله ألف با تا ثا جيم حا خا كل هاي من سميها مجموعات لحروف هاي المجموعات اللي بيبين إيش التشابه وإيش الاختلاف فيها فبضل عيدها لا يوصل لا يوصل لا يوصل لحرف اليا ألف با تا ثا جيم حا خا دا دا را زاي سين شين صاد ضاد طا ضا عين غين فا قا كافلا من هواويا هادو اللي باقي لهم شبيه عرفتكين فهذا طريقة الحفز هاي بتخلي يعرف وهو بيكتب بيعيدها في راسه وبعرف وينوصل لأنه بتذكر شكل الحروف أخذها بالتتابع بالكتاب أخذها بالترتيب ما هي عرفها بالترتيب فما إنه في كل حصة بتحط له الباتا ألف لحال الباتا ثال جيم حا خالحال لحال فبيصير يعرف اللحاء كانت اللي بالنص اللي ما عليها نقطة اللحاء كانت اللي بعدها اللي فوقها النقطة هاي هاي خليهم يعني دا انت طريقة اللي يتذكروا فيها كيف شكل الحرب هطلوا الشكلين لإله وين النقطة بتيجي فبكون يعني اللي حفزه للحروف أكتر يعني أنا بالمناسبة كان عندي طالب يعني بيعز علينا كتير فاتطريت أني أنا درسته فيها تصفية فرنسي لا يعرف لا إنجليزي ولا عربي فرنسي وأنا ما بعرش ولا كلمة فرنسي ولا كلمة درس كتاب الصف الأول بطلع يقرأ ويكتب خلا سكتاب الصف الأول 14 حصة لكن كان يشي ساعة ونص ساعتين من غير يعني من غير إشي يعني بدها شوية مجهودية إن شاء الله شكرا شكرا جزيلا يوجد أيضا ملاحظة هنا أيضا من الست الأنسة ناهدة أنا في بعض الطلاب الصغار أنهم في بعض الأحيان ينجحون حتى عند تدريسهم الحروف بشكل غير مرتب فهل هذا يعني من خبرتك يعتمد على الطالب أيضا وطريقة تعلمه هي هذه يعني أنا عندي منهاج برضو في الحروف غير مرتب يعني مدارس هاي أنا بفضل الترتيب بالحروف بفضل إنه يكون المفردات الضل مبنية على بعضها أنا عندي كتاب عملته في هذا الأحروف المشكلة لكن المغيرة على أساس أنه يعني الأسهل للمفردات اللي إلنا بس هاي ما بينفع للأجانب ليش لأنه إحنا مفردات سهلة لإلنا إحنا إحنا اللي بنيعرف العربي هون بس هاي ما بيعرفوا إنتجوا ما أعطيتهم دوم يأخذوا ليش أنا أخر بشكم بالحروف وأرجع أرتبنهم إياها بيتغلب وحرام وقديش بتكون بدي أعطي أنا مفردات ما بقدر أعطيها الكمل كبير من المفردات أبنيها من المفردات يعني مثلا فيه بقر وحرف الميم عشان يحط عليه كلمات أكتر طب أنا حرف الميم بطريقة كتابته شوية مختلفة يعني أنا بمشي معهم الباو التاوثة وبحفظي إياها على أن هذا النفس الشكل التشابه متشابه مختلف متشابه مختلف ما هي هاي كمان بدهم يعرفوها المفردات المماثل المتشابه المختلف كده الضاط بدي يعرفها كي بدي يعرفها لاني لما بدي أخربشها بدي أحط له كم أكبر من المفردات لأنه يكون عندي المدى واسع أنا مش هدفي لكون المدى هالقدي واسع لأنه ما بقدر عليهم كونهم الطفل طالب وبيضوا كم ويتحرك في هذا الكم يقرأو ويكتبو ويحللو ويركبو ويكون منه الكلمات ويكون منه جمال وهذا مرتب ترتيب يعني هرمي مرتب في قلب المناهج يعني لاحظها لما قرأنا إعادة ترتيبية للكلمات لكي يكون جملة هي جملة الدرس من أربع كلمات هاي لحالها بتتشجعوا على أن يقرأ الدرس مرة تانية ويشعر بالإنجاز هاي لحالها لما يرقم يعرف العادة ترتيبية للكلمات لما أجي أقول له الكلمة التالتة فيها شدة مثلا الكلمة الرابعة فيها كده كيف فهم شو عن بحكي أنا عم علمه لغة ولغة محكية نفس الوقت يعني أنا بدي أربط بين المحكي وبين الفصحة فبالتالي الهدف الأكتر أني أنا أكسب بمفردات تعليمية تخدمني لأقدام ومش بكم كتير كبير كم كتير كبير بيرهقة ما بيقدر يعني في المراحل الأعلى هو بصير يبحث يكون قادر على أن يبحث ويكتبوا طلباتهم في المراحل الصغيرة لا ما بيقدر فضل شكرا جزيلا يوجد سؤال من الأنسة ششانة تقول أو في ملاحظها يعني ونرجو منكم التعقيب بحكم عيشنا في دول أجنبية في بعض كثير من الأحيان لا نستطيع أن ننطلق من درسنا إلى آخر قبل أن يفهم الطلاب فالطلاب يفضلون الحصول على التفسير كامل للمعلومات التي نقوم بتدريسهم إياها في الحصة ففي بعض الأحيان يفضلون عدم ربط دائما المفردة بالصور حتى يتم الحصول على أكبر قدر من المفردات من الكتاب ما رأيكم؟ ما توجيهكم بهذا الخصوص؟ أنا لا أقصد في ربط الصورة في الحرف يعني مثلا أنا لا أقصد أرنب ولا أقصد مو هذا المقصود المقصود أني أنا أحفظه أعطي أعرض له كم من المفردات فيها صوت الحرف هلأ لما يشوف الصورة أول إيش يبدأ بالصورة بدي يعرف اسم صوت الحرف في الكلمة في الصورة يعني ما أقول أنا صورة جرس أنا لا أقصد في صورة جرس لا أقصد حرف لكن دي يعرف كلمة جرس من اسم الصورة أميز الصوت لما باجي وأقول له جرس فرشيته الكلمة صارت كلمة صار شكل الحرف بيشوفه يعني أنا بدي أميز الصوت الأول عشان هيك بدي ألعب بأصوات الحروف بداية يعني أنا لما أقول لألعب لعبة الكراسي وأحط لأربع كراسي وخمس طلاب يلا أنا أحراف بالباق بأقول له برتقال بطيف الكلمة باب بيت بيضل يلف ويركض أقول له كلمة موز مثلا ما فيها باق بدي يسمع ممكن أفرجي الصورة أفرجي الصور كلاياتها فيها حرف الباق واحد فيه من فيش حرف بلودي يقعد بأفرجي الكلمات بساعة بيتميز شكل الحرف في الكلمة بناء عليه بدي يقعد أو بدي يضل يركض أو النشاط اللي هي بدي تختار المعلمة مثلا بيزقف أو يعمل أي حركة تانية فهي الحروف يعني بدي يتعلمها من خلال الصور والصور لما تقول أنت صور عن حوالي مية وآية صور يعني مش كمية محدودة من الصور بس لكن الصورة بترزخ ببهنه الصورة صورة باب مع كلمة باب مجرد شاف كلمة باب بدون صورة بعرف أنه هاي معناها باب فيش داعي أقول له هذا دور بدأ أوصل لهاي النتيجة لما قوله مطبخ فرجته صورة مطبخ خلص بدي يروح على مطبخ بعرف كلمة مطبخ من غير ما قاعدت بصورة لأن أنا بدي أسحب الصورة بالآخر ويعرف المفردة بس بداية لا لازم أستخدمها لازم يعمل هذا التزاوج بين الصورة والكلمة ما قولتش أنا الصورة والحرف بداية الصورة والكلمة بعدين الصورة والحرف اللي بتبدأ فيه بداية الكلمة شو هي أي حرف بدأ أستخدم موجود الحروف وموجود البطاقات هي بس يألفوا الدرس الأول والثاني من الألعاب التعليمية معاهم والاستخدام البطاقات الحصة رح تكون كثير فعالة رح تلاقي روتيني بصير الدروس اللي بعضيها رح تمشي بشكل أسرع يعني أنا متأكدة أنه الوحدة الأولى والوحدة الثانية بأخذوا وقتهم شوية فيه يعني يألفوا أسلوب المعلمة والوسائل والكتابة ومسكة الألم وغير ذلك لما تيجي إلى البعضية بصير أسرع اللي كان يأخذ معها أربع حصصي يأخذ معها حصتين أو ثلاثة أو حصة مرات لأنه يصير استيعابهم أسرع ليش؟ لأن كثير من المفردات مكرورة موجودة من قبل لأن المفردات الجديدة قليلة مش كثيرة لكل درس فضل جزاكم الله كل خير أستاذ الزنات يوجد أيضا سؤال آخر يسأل عن وجود نسخة PDF أو عبر الإنترنت طبعا أنت أشرت لهذا الشيء يوجد المنصة وإن شاء الله سوف نوافقكم بالمعلومات وإن شاء الله تشاركون معنا الشرح مع الأستاذ فراس عن هذه المنصة وكيف يمكن تستخدمونها في مدرستكم إن شاء الله إلى سؤال آخر أيضا هنا يوجد ملاحظة من الأنسى أمن ترتيب الكتاب مميز جدا بالإضافة أنا أتبعه مع إعطاء الحرف طريقة للكتابة كوصف الحرف مثل حرف الباء وعائلته وربطه بصحن أو حرف الجيم وعائلته كجبل وننزل منه ثم أمشي على الخط وهكذا وبجد تهديه هذا الشيء نتيجة رائعة جدا ممتاز هذا إبداع إبداع من المعلمة يعني إحنا بنحط لها الأساسيات يعني الأساسيات الموجودة في الكتاب المفتوط كل الأطفال يتكونوها لكن إبداع المعلمة كثير حلو يعني هي عندها أفكار أكثر بتكون لتوصل للنتيجة أسرع وخاصة بتصير تجاوب معهم بصير استمتاع في أداء الدرس أنا بحييها كثير حلو أزاكم الله خير أستاذة زينات نعود مرة أخرى يوجد بعض التعليقات على موضوع يعني التقدير الوقتي لكل درس وكيفية إنهاء الدروس في وقت جيد يوجد أحد التعليقات أنه يوجد 15 حصة فقط في كل فصل فما توجيهكم وكيف يعني يمكن أن ننهي الكتاب خاصة في الدول الأجنبية التي فقط تدرس مرة واحدة سبعين سوف أقول لك لما أنت قلت 15 في كل فصل كم فصلهم من فصلين؟ نعم يعني بفصلين 30 نعم أنا الكتاب كله 12 درس كل الكتاب 12 درس يعني لخمستعش عندي أنا كل ست دروس للفصل له ثلاث وحدات لكل فصل هيك أنا عاملتها ستة لو دربتها في اتنين كل درس إليه حصتين هي اتناش اتناش ونص ثلاث حصتين يعني مبحبح منيح يعني كل درس بيأخذ الحصتين بيجوز إنها بالأول أول أول وحدة وتاني وحدة تاخد فيهم وقت أطول بس بيكون على حساب اللي بعديها بتاخد وقت أقل لأنه بكون صار الولد صار بيعرف أكتر كلمات وصار أليف مع المفردات ومع الأنشطة ومع كله يعني ممكن تاخد وقتها تعطي ثلاث حصص وأربع حصص للدرس الأول بأول درس وتاني درس بعدين ترجع حصتين للدرس وثلاث بكفيها وخاصة إنه الفصل الثاني خمسة طارش فبتتبحبح لأنه ما رح يحتاج كتير إزاي ما قلتلك بصير في ألفة بين الولد وبين التمرين التمرين كلها مأخوذ من جمل الكتاب من جمل الدرس بيصير هو لحال يرجع يقرأ من البيت خاصة إذا كان يأخذ المنصة تعيد للقراءة مرة ثانية وتعلم أكثر يعني مني حيث خمسة عشر نعم شكرا جزيلا يوجد سؤال آخر من الأستاذة أمل هل يمكن تدريس الطالب الذي لا يدخل الحروف المستوى الثاني من الكتاب مباشرة مع العلم أن عمره يتجاوز سبع سنوات لا لا ما بفضل ما بفضل كيف يقرأ تاني تاني بدأ في جمل هو بحاجة حاجته معرفة الحروف هي حاجته لإكسابه المفردات اللي بتأهله ليطلع على التاني فهو ما بيحس حاله أنه صف أول وإحنا زي ما قالت لك هو مش صف أول هو مستوى أول وراح يستمتع في المستوى الأول ويطلع شعطه الكتير فبالتالي حيلاقي بسهل عليه بما أنه كبير وممكن بيعرف إشي فممكن يكون الفصل الأول يدرس فيه صف أول بخلص الكتاب وبعدين يكمل صف تاني ممكن بس ليش يعني إذا هو بيشوفه بيكون أقوى ويعرف مفردات أكتر رح يمشي فيه المستويات اللي بعدها بشكل أسلس يعني بيكون أفضل أنا هيك بقول يعني حرام ما مقدرش يمشي في الكتاب في الصف التاني وزي ما قلنا مش صف تاني مستوى تاني فهو لسه المستوى الأول بدي خلصه وبعدين يطلع التاني شكرا جزيلا شكرا جزيلا يوجد سؤال من الأستاذة أمينة بخصوص أشكال الحروف هي تقول أنها لاحظت أنه في الكتاب يوجد رسم الحرف في البداية وفي النهاية ولكن لا تجد شكل الحرف في المنتصف ما تعليقكم على هذا الشيء أو أن نعم لو سألت مثلا كده عبد شوي أنا قلت شكلين للحرف مش أربعة الحروف الحروف اللي أشكالها أربعة فقط بس التا والتا عندك التا اللي هي أول الكلمة صغيرة بعد بين التا لأخر الكلمة بعدين عندك التا المربوطة شكلين هيتها بعدين عندك العين والغين اللي هم أربعة أشكال والها والها مهارة اللي هاتين اللي ندور هلأ لما باجي بقول ليش ما فيش أربعة أشكال إذا بدأ أحط أربعة أشكال أنا بربك الطفل وهذا من له سنين هذا الحكي راحوا الأربعة أشكال يعني فيش للكتب القديمة يعني القديمة اللي كان يشتور في الأربعة منها سنين عم تجي مش على شكلين مثلا لو بدأ أقول لبن لام هاي اللام الأول للكلمة إيد اللام مسكت في البا مش البال يعني مش البال اللي إله إيدتين مسكت في اللام لأ البا كتب ترح على لبن النون ما إلهاش إيد إيد البا مسكت في النون تصارت لبن لما قول بيت با الياه مسكت في البا والتام مسكت في الياه فصار عندي شكلين للبا بس باب إيد البا مسكت في الألف عرفت على كيف يعني ما في داعي أقول أنا هذا أربع أشكال السين مثلا أحطو له السين اللي في الوسط أحطو له إيدني الطرفين لا لديه إرباك وخاصة أنه أنت بكتب حرف حرف بهجي البداية فبالتالي الأسلس أنه شكلين للحرف زي ما هم حظوظ في الكتاب والأربع أشكال اللي هي التامة هارة والهامة هارة والعين شكلها مختلف العين شكلها في الوسط والآخر مختلف عشان يقلأ أربع أشكال تلفت عن الشكل الأصلي للحرف فضل شكراً مدام زينات يوجد بعض الأسئلة هنا سريعة التي سأجاوب عليها إذا تكرمتم هل سترسلون تسجيل الحلقة نعم سوف نقوم بوضيحها على موقع نورارت.com إن شاء الله خلال خمس أيام عمل إن شاء الله وسنرسلكم إيميل بهذا الشيء بإذن الله بخصوص كتاب التقوية الآن أرسلنا لكم الرابط عبر الشات تستطيعون تصفح الكتاب على موقعنا إن شاء الله لا يوجد المزيد من الأسئلة إذا تكرمتم لو أحببتم أو إن كان لديكم أي سؤال آخر ممكن تتواصلوا معنا على info.nour.com إن شاء الله وسوف نرسل السؤال إلى مدام زينات وسوف إن شاء الله تتكرم بالإجابة عليها ولو لديكم أي سؤال أو استفسار أو طريقة الحصول على المنصة أو أوراق العمل عن طريق المنصة إن شاء الله تستطيعوا أن تواصل معنا أيضا على info.nour.com إن شاء الله وسوف يقوم الفريق بمساعدتكم بالحصول عليه بإذن الله ونرجو منكم إن شاء الله أن تبقوا على تواصل معنا سوف يكون لدينا ورشة عمل خلال أسبوعين كما قلنا مع الأستاذ فراس حول المنصة وكيف استثمارها لكم ولأبنائكم ولطلابكم إن شاء الله أستاذ زينات نمد لك جزيل الشكر مرة أخرى لإعطائنا وقتك ومشاركتنا هذه المعلومات الرائعة والمهمة وإن شاء الله نتطلع لإستضافتك مرة أخرى إن شاء الله في المستقبل القريب لتناول موضوعات مختلفة أخرى إن شاء الله وإياكم شكرا جزيلا وشكرا جزيلا لمن حضر وإن شاء الله نلقاكم في إن شاء الله جزاكم الله خير ونلقاكم في محاضرات جديدة بإذن الله جزاكم الله كل خير ونتمنى لكم يوم سعيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا